بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكم متابعي قناة كنوز المعرفة، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية في حلقة اليوم بحول الله خصصنا لكم موضوعا مهما جدا له علاقة بتحسين نمو الشعر ومكافحة خلايا الشعر من التساقط بالإضافة إلى أهمية هذه الوصفة في القضاء على قشرة الشعر فمن المعروف عن الأدوات التي تساهم في تحسين نمو الشعر ومنعه من التساقط والتي تخلصنا كذلك من القشرة قد تكون غير آمنة وغير محببة ومنها الطرق الحديثة كالشامبوهات بمختلف أنواعها ولكنها غالبا ما تخلص الشعر من القشرة لكن في بعض الأحاين تساعد الشعر ولكن بنسبة ضائلة جدا لما لها من آثار جانبية قد تسبب جفاف الشعر وتلفه وقد تعرضه لتساقط لذلك سوف نقدم الحل الأمثل لتحسين نمو الشعر والتخلص من القشرة من خلال استخدام أفضل طريقة وهذا اعتمادا على المكون الرئيسي وهو الزنجبيل بداية نحضر قطعة من الزنجبيل كما تشاهدونها الآن أمامكم ويمكن أيضا الاستعانة بمطحون الزنجبيل فكلاهما مفيد في هذه الوصفة نقوم في الخطوة الأولى بوضع الماء على النار ونضع فيه قطعة من الزنجبيل الطازج أو المطحون ويترك على نار هادئ لمدة عشر دقائق بعد ذلك نترك المحلول حتى يبرد قليلا قبل إضافة المكونات الأخرى إليه وصفة الزنجبيل هذه هي مهمة ومهمة جدا للشعر لأنها تعمل على تحسين أداء الدورة الدموية في فروة الرأس كما تكافح الجذور الحرة بفضل احتواء الزنجبيل على مضادات الأكسادة وهذا يحمي خلايا الشعر من الترقق والتساقط ثم بعدما يفتر نضيف إليه ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون بالإضافة إلى ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز أو أي زيت آخر مناسب للشعر فزيت الزيتون يحتوي على الأحماض الدهنية التي تتضمن أحماض الأوليك واللينوليك وهي أحماض مغذية للشعر وفروة الرأس بالإضافة إلى أن زيت الزيتون غني بمضادات الأكسادة المكافحة للجذور الحرة الضارة بالخلايا السليمة والمساهمة في الشيخوخة المبكرة وظهور الشيء كما أن زيت الزيتون يقوي ويعزز نمو الشعر ويحافظ على صحته ويمنحه اللمعان والقوة أما عصير الليمون للشعر فهو مفيد جدا في علاج مشكلة التساقط وعلاج القشرة أيضا فهو يقضي عليها من أول استعمال كما يمنح الشعر الأشقر اللمعان واللون الذهبي كما أن عصير الليمون يساعد في نمو الشعر عن طريق تحفيز فروة الرأس ويمنح الشعر الحيوية والصحة بعد ذلك تخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا ومن ثم تدلك بها فروة الرأس والشعر بشكل جيد يتم تخليل الأصابع بالشعر لتوزيع الخلطة بالتساوي على جميع أجزاء الشعر وهذا لمدة ربع ساعة ثم تترك الخلطة لمدة ساعة كاملة على الشعر ومن ثم يشطف الشعر جيدا بالماء فقط دون إضافة الشامبو كما يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع وبالتالي سوف نتحصل على أفضل النتائج وينصح هنا بضرورة المداومة على هذه الوصفة إذن متابعي قناة كنوز المعرفة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإحجاب تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته